بسم الله الرحمن الرحيم وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فلم يترك عليه الصلاة والسلام خيرا إلا ودل الأمة عليه وأرشدهم إليه ولا شرا إلا وحذرهم منه حديثنا أيها الإخوة اليوم في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه العقيدة كما أسلفنا أنها من أفضل ما ألف في باب التوحيد وبيان عقيدة السلف الصالح وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه اعتمد في هذه الرسالة القيمة العقيدة الواسطية على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنه لم يخرج عما ورد في كتاب الله عز وجل من الآيات القرآنية التي فيها بيان للعقيدة الصحيحة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وهم السلف الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الواجب على المسلمين أن يقتدوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فنحن نستمد عقيدتنا التي نؤمن بها وهي الحجة بين الله عز وجل وبين خلقه المستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان وأكمله وقد بقي ثلاثة عشر عاما في مكة المكرمة يدعو إلى العقيدة الصحيحة إلى تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان يذهب إلى المحافل ومجامع الناس وأسواقهم يقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لأن هذه الكلمة من حققها وقام بمقتضاها فهو الناجي عند الله عز وجل ومن خالف ما عليه هذه الشهادة فإن الله عز وجل لا يقبل منه عدلا ولا يقبل منه عملا ما دام قد أخل بالأصل الأصيل الذي هو شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الناس ويدعوهم إلى التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكان الكفار المشركون يدركون معنى لا إله إلا الله وأنه لا يعبد إلا الله ولا يوحد إلا الله ولا يدعى إلا الله عز وجل ولا يذبح ولا ينذر ولا يستعان ولا يستغاث ولا يرجى إلا الله عز وجل وهذه هي مقتضيات شهادة التوحيد ولذلك عانده الكفار وقاوموه وآذوه وتعرضوا له في الأسواق وفي الطرقات وفي بيت الله الحرام حتى أظهره الله عز وجل ومكن له بهجرته إلى المدينة المنورة وجعل له أنصاراً الذين هم الأوس والخزرج ويجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم والمهاجرون فكانوا أنصاراً مع المهاجرين وبذلك نصر التوحيد ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بذلك دولة الإسلام على عقيدة التوحيد الصحيحة السمحة وقد ذكرت لكم أنه في حديث جبريل الطويل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن شيء من أمارات الساعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له تلك الأمور المهمة التي هي مراتب الدين وأصول الإسلام وأصول الإيمان ومنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وأن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وتحدث شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة على ما يتعلق بالله عز وجل وتوحيده سواء كان ما يتعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات وهذا هو ما قسمه علماء الإسلام قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام ومنهم من قسمه إلى قسمين فتوحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وقد كان المشركون في الجاهلية يؤمنون بهذا التوحيد ولم يعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والله عز وجل ذكر ذلك عنهم في القرآن أنهم كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت قال عز وجل في سورة الزمر في الآية الثامنة والثلاثين وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ وقال في سورة الأحقاف وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فالمشركون في الجاهلية لم يكونوا ينكرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت وهو الذي ينزل الغيث وينبت النبات وهو الذي بيده تدبير الأمور ولكنهم كانوا يعبدون هذه الآلهة والأصنام يتقربون بها إلى الله عز وجل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين لهم أنه لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا يسأل الشفاعة إلا من الله عز وجل وأن هؤلاء قد وقعوا في الشرك وأن الشرك محبط للأعمال الله عز وجل يقول في القرآن لئن أشركت لا يحبطن عملك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فما دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عاقب وعذب وإن شاء غفر وعفى وهو الكريم الغفور الرحيم سبحانه وتعالى وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد وإن كان معه شيء من المعاصي فإنه تحت المشيئة فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته لا نقول كما تقول بعض الفرق كالخوارج ومن نحى نحوهم والمعتزلة أن من اقترف كبيرة فإنه يكفر الخوارج يقولون يكفر إذا لم يتب فهو يكون في الآخرة خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله فيحكمون عليه في الدنيا بالكفر ويحكمون عليه في الآخرة بأنه خالد مخلد في النار وأما المعتزلة فيقولون لا مؤمن ولا كافر فهو في منزلة بين الإيمان وبين الكفر وخالفوا بذلك الكتاب والسنة فإن من حقق التوحيد فإنه إذا اقترف شيئا من الكبائر أو شيئا من الذنوب ومات ولم يتب من هذه الذنوب الكبائر لكنه موحد فإنه تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله غفر له وعفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه لكن المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية لم ينفعهم هذا التوحيد ولم ينجيهم من عذاب الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم وأن من لم يستجب منهم فإنه يجاهدهم ويقاتلهم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وسبى نساءهم وأخذ أموالهم لماذا؟ مع أنهم كانوا محققين لتوحيد الربوبية لأنهم أشركوا في توحيد الألوهية وعبدوا الأصنام ودعوا غير الله عز وجل وذبحوا لهذه الآلهة التي يزعمونها أنها تقربهم إلى الله زلفة ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عام الفتح وجد عند الكعبة في المسجد الحرام ثلاثمائة وستين صنما كانت كل قبيلة وكل فخذ من القبائل لها صنم يعبدون ومنها الهبل واللات والعزة وغيرها بعضها في مكة وبعضها في الطائف وبعضها في نواحي الجزيرة العربية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يطوف بالبيت ويتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وكان يشير عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأصنام فتتساقط على وجوهها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة له وبيان أن ما عليه المشركون من عبادة هذه الآلهة أنه أمر باطل وأنه لا يقبل منهم أي عمل وإن أقروا بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحي والمميت لكن ذلك لم ينفعهم لأنهم اتخذوا آلهة مع الله عز وجل وأصناما يعبدونهم مع الله عز وجل ولما نزل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وآيات ذكر فيها اسم الرحمن قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن لكن الكفار كانوا يقرون بأسماء الله وصفاته وورد ذلك في أشعار الجاهلية وورد ذلك في كلامهم وهذا التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يسمى التوحيد العلمي الخبري هذا هو القسم الأول وهو فيه نوعان من أنواع التوحيد توحيد الربوبية هو توحيد الأسماء والصفات هو التوحيد العلمي الخبري أما التوحيد الإرادي الطلبي فهو توحيد الألوهية وهو عبادة الله عز وجل الذي نزل فيه قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعبادة الله عز وجل هو إفراده بالعبادة بحيث لا يدعو مع الله أحدا ولا يذبح لقبر أو ولي أو شجر أو حجر أو ملك أو نبي كل هذه أنواع العبادة إذا فعلها الإنسان فإنه قد أفسد توحيده ونقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لأن مبنى الإسلام على الإخلاص إخلاص العبادة لله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وتوحيد الأسماء والصفات هو أن نؤمن بأن الله عز وجل له كل كمال مطلق وأن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه في القرآن وما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة لا نتجاوز القرآن ولا الحديث لا نسمي الله عز وجل بأسماء من عندنا وإنما نطلق على الله عز وجل كما سما نفسه في القرآن سما نفسه الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر كل هذه أسماء الله عز وجل ونثبت ما يتضمنه وتتضمنه تلك الأسماء من صفات الله عز وجل فالله عليم بعلم والله قدير بقدرة والله سميع بسمع والله بصير ببصر إلى غير ذلك ونثبت له ما جاء في القرآن والسنة من هذه الأسماء وهذه الصفات ونثبت له عز وجل العلو وأن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى والعرش هو سقف المخلوقات العرش فوق السماوات كالقبة على العالم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإن سقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وهو أعلى الجنة ووسطها فإذا سألتم الله عز وجل الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى وسقفه عرش الرحمن والله عز وجل فوق ذلك كما قال عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويقول عز وجل الرحمن على العرش استوى في سبع آيات من القرآن الكريم سبع آيات في سبع سور من القرآن جاء فيها أن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك من الناس من من لا يؤمن بالاستوى ولا يؤمن بأن الله عز وجل فوق عرشه فوق سماواته ويزعمون مزاع باطلة ليس لها دليل لا في الكتاب ولا في السنة لكن نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بما جاء في القرآن وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية كما في صحيح مسلم لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال لوليها أعتقها فإنها مؤمنة لأنها آمنت بأن الله عز وجل فوق سماواته بائن من خلقه والله تبارك وتعالى لما خلق الخلق خلقهم أسفل منه الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم أسفل منه وهو فوقهم تبارك وتعالى فالعرش فوق السماوات والله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه العرش وما دون العرش كلهم في حاجة إلى الله عز وجل الله عز وجل ليس في حاجة للعرش ولا حاجة إلى حملة العرش بل العرش وحملة العرش كلهم يحتاجون إلى الله عز وجل فالسماوات والأرض كلها قائمة بأمر الله عز وجل الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها السماوات هل لها أعمدة نرى لها أعمدة ليس لها أعمدة لكنها ممسكة بالقدرة بقدرة الله عز وجل إن الله عز وجل يمسك السماوات أن تقع على الأرض يمسك السماوات أن تقع على الأرض فهي ممسوكة بقدرة الله عز وجل ونؤمن بأن هناك سبع سماوات وما بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام ما بين السماء والسماء مسيرة خمسمائة عام وما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام والله عز وجل فوق ذلك وفوق السماوات السبع بحر من الماء والعرش فوق البحر والله عز وجل فوق ذلك يعلم ما أنتم عليه لا تخفى عليه خافية من خلقه تبارك وتعالى فنؤمن بما جاء في القرآن والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه لا نتجاوز القرآن ولا الحديث ولا نقول إن الله تعالى ليس بجسم ولا بداخل العالم ولا بخارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين كما يقوله بعض الفرق هذا كله ضلال نؤمن بأن الله عز وجل استوى على عرشه وأنه بائن من خلقه وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا الله عز وجل يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الذين يلحدون الذين ينفون أسماءه أو صفاته الذين يشبهونه بخلقه كما يقول بعضهم استوى كاستوائنا له يدين كيديننا وله قدمين كقدمين هذا لا يجوز الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما في سورة الشورى ليس كمثله شيء أي سورة في ذهنك وفي عقلك فالله بخلافها وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عن ما يشركون السماوات السبع الضخمة الكبيرة هذه هي مطويات بيد الرحمن تبارك وتعالى إذا كان الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه ويطوي الأراضين باليد الأخرى وكلتا يديه يمين ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون إذا كانت هذه السماوات على عظمها وكبرها والأراضين السبع على عظمها وكبرها يطويها الرحمن بيديه ويهزهن إذن كيف يكون كبر الخالق الله أكبر من كل شيء ولذلك نقول في صلواتنا الله أكبر أكبر من كل شيء أكبر من خلقه عظمته تبارك وتعالى ليس لها نهاية وصف نفسه بالقرآن بأنه العظيم وأنه الكبير وأنه فوق عرشه استوى وأن الملائكة تخاف ربها من فوقها يخافون ربهم من فوقهم وأن لهم دوي حول العرش بالتسبيح والتحميد والتهليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم بملك واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام تخفق الطير فيه ملك واحد من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حملت العرش ثمانية حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفة واحد منهم أن ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام تخفق الطير فيه إذن كيف يعني لا يتصور الإنسان عظمة خلق الله عز وجل هذه مخلوقات الله عز وجل فكيف بالخالق أعظم وأجل وأكبر سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم وروي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب وهو من علماء الصحابة ومن خضلائهم سألهم أية آية أعظم في القرآن قال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية التي هي آية الكرسي فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر بأنه عرف رضي الله عنه أعظم آية في القرآن فيها ذكر للكرسي الذي وسع السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي هو موضع القدمين كما قال علماء السلف الكرسي ليس هو العرش الكرسي هو بين يدي العرش كالمرقات عليه وهو موضع قدمي الرحمن تبارك وتعالى كما قال علماء السلف والسماوات السبع هذه على كبرها بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في ترس والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاه فخلق الله كبير وخلقه عظيم فإذن لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في القرآن الكريم وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة وما وصفه الله عز وجل نفسه بالقرآن وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة لا نتجاوز القرآن ولا الحديث لا نسمي الله عز وجل بأسماء من عند أنفسنا وإنما ننطلق في ذلك بما جاء في آيات القرآن الكريم وما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات أن الله واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله تبارك وتعالى أن له ذات خاصة تختلف عن ذوات المخلوقين والصفات تابعة للذات الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فالعبد لا يجوز له أن يسمي الله عز وجل بإسم لم يرد في القرآن ولا في السنة وليس له أن يصف الله عز وجل بوصف ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولذلك قال علماء السلف لا نتجاوز القرآن ولا الحديث والتوحيد الثالث وهو الفرع الثاني من أنواع التوحيد الذي هو التوحيد الإرادي الطلبي وهو التوحيد الألوهية توحيد العبادة وهو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجهاد وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل تحقيق التوحيد توحيد الله عز وجل بأن لا ندعو إلا هو ولا نصلي إلا له ولا نسجد إلا له ولا نركع إلا لله ولا ندعو إلا الله ولا نذبح إلا له ولا ننذر إلا له فجميع أنواع العبادة كلها إنما تصرف لله عز وجل انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوي الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي قل إن صلاتي الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فلا يجوز للعبد أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير فهذه صفات المؤمنين أن لا ينذر إلا لله وأن لا يذبح إلا لله وروي أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانا بوانا موضع بين مكة والمدينة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانا فقال له صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيدا من عياد الجاهلية فيها صنم من أصنامهم قال لا يا رسول قال أوف بنذرك لأنه إذا كان هنا المشركون كانوا يذبحون لهذه الأصنام وينذرون لها ويستقسمون بالأزلام ولا يسافرون حتى يأتون لهذه الأزلام ويستقسمون بالأزلام بين يدي الأصنام فإذا ظهر شيء مما يأمرهم بأنهم يسافرون يسافرون وإذا ظهر الأزلام ظهر بأنها لا يسافر فلا يسافر هذه عبادة لغير الله عز وجل يستشيرون أصنامهم وأول من أدخل الأصنام إلى بلاد العرب هو عمر بن لحي ذهب إلى الشام ووجد عند أهل الشام أصناما قال ما هذه قالوا هذه إذا أجدبنا ندعوها فيأتينا الأمطار ويأتينا الرغد وتنبت الأرض بالنبات فقال أعطوني شيئا منها أذهب بها إلى جزيرة العرب فإنها أرض صحراء قاحلة فأتى بهذه الأصنام إلى جزيرة العرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمر بن لحي رأيته يجر قصبه في النار والعياذ بالله لأنه هو أول من أدخل الشرك إلى جزيرة العرب وأدخل هذه الأصنام ثم ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام بن التيمية أن من الإيمان بالله عز وجل بعد أن ذكر أنواع التوحيد الثلاثة ذكر الإيمان باليوم الآخر والله عز وجل دائما ما يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر ويقرن الإيمان بالعمل قال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين وكان المشركون ينكرون البعث وينكرون أن تعود أجسامهم بعد الموت وينكرون أن يكون هناك حياة أخرى فنع الله عز وجل ذلك عليهم وكذبهم وأثبت في كتابه الكريم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون يوم القيامة من قبورهم للجزاء والحساب وأن هناك جنة ونارة وأن هناك صراطا وميزانا وأن هناك صحفا موجودة ومدوّن فيها كل ما عمله ابن آدم موجود في هذه الصحف وهي يوم القيامة تنشر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله عز وجل ليس بظالم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سيرى العبد أعماله يوم القيامة صغيرها وكبيرها في صحف توزع على العباد يوم القيامة فالإيمان بالأعمال الصالحة أنها توزن يوم القيامة وأن هذه الصحف مدوم فيها كل أعمال بني آدم وأن الملائكة تكتب كل ما يقوله العبد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملك عن يمينه يكتب الحسنات وملك عن يساره يكتب السيئات كل كلام تقوله فالملائكة تكتبه حتى قولك ذهبت وجعت وأكلت ونمت تدونها الملائكة فما كان من الكلام الذي ليس لك أو عليك فإنها تمسحه ويبقى الكلام الذي هو لك أو عليك فإذا ذكرت الله عز وجل واستغفرت وقرأت القرآن ودعوت سجل لك الملائكة الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لله عز وجل قال الصحابة رضي الله عنهم كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من مئة استغفار يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يوم القيامة يوم يسحب الكفار على وجوههم إلى نار جهنم يقول الله عز وجل إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ويقول عز وجل وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا يمل العبد من الذكر ومن الدعاء ومن الاستغفار فكل ذلك حسنات تكتب لك على أي حال أنت فيه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كل هذه الأقوال والأفعال تدونها الملائكة في صحائفك تجدها يوم القيامة أحوج ما تكون إلى التسفيع إلى الاستغفار إلى الذكر إلى حسنة واحدة رويا أنه يوم القيامة يأتي الأب إلى ابنه ويقول يا بني أي أب كنت لك ربيتك وصرفت عليك وعملت وعملت لك أنا في حاجة اليوم إلى حسنة من حسناتك ليرفع بها رصيده عند الله فيقول ابن لأبيه أنا أحوج منك يا أبي إلى هذه الحسنات يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني الأنبياء آدم وما دونه من الأنبياء والرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميع الأنبياء كل نبي إذا جاءه الناس يقولون له ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول الأنبياء جميعا كل واحد منهم يقول نفسي نفسي آدم وما دونه من الأنبياء كل نبي يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كل نبي يتبرى يقول أنا نفسي اليوم ربي اليوم غضبان غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى النبي الذي بعدي آدم يقول اذهبوا إلى نوع نوع يقول اذهبوا إلى إبراهيم إبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى موسى يقول اذهبوا إلى عيسى عيسى يقول اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فتكون عنده صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى فيقول عليه الصلاة والسلام الرحيم بأمته الرحيم بالناس جميعا في الموقف العظيم يقول أنا لها أنا لها أنا لها ويذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بمحامد وأذكار وأدعية لم يكن يعرفها قبل ذلك فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل للنزول لفصل الحساب وللقضاء بين العباد تنزل الشمس وتدنو من العباد يوم القيامة قيل مسافة ميل والميل قدر ميل مكحلة وقيل مسافة ميل المعروفة الميل المسافة المعروفة تدنو الشمس من العباد حتى يصل العرق فيهم إلى سبعين ذراعا في الأرض بحر من العرق والناس في العرق يوم القيامة على قدر أعمالهم منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه الناس حفات عرات غرل بهم غرل يعني غير مختونين كما بدعنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فينزل العرق من شدة الحر وشدة الشمس وقوتها هذا قبل النار وقبل الجنة وقبل وزن الأعمال الناس كلهم يموجون ويذهبون أين نذهب؟ اذهبوا إلى الأنبياء اذهبوا إلى الرسل اذهبوا إلى آدم اذهبوا إلى إبراهيم إلى نوح إلى موسى يموج الناس لما هم فيه من العذاب ورد أنهم يقفون أربعين سنة على أقدامهم في هذا العذاب حفاتا غير منتعلين عراتا غير مكسيين غرلا غير مختونين مهما ليس فيهم عيوب فيسألون الله عز وجل أن ينزل عليهم للفصل بين الناس والعرق قد نزل في الأرض إلى سبعين ذراعا بحر من العرق الناس يوم القيامة في العرق على قدر أعمالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى خاصرته ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فيه منهم من يلجمه العرق الجاما الناس في العرق على قدر أعمالهم فما بالك العبد إذا كان في العرق إلى قدر أن يلجمه العرق الجاما هذا قبل الحساب وقبل العذاب هم في الموقف العظيم الرهيب في يوم كان مقداره خمسون ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة كل واحد يقول نفسي نفسي كل يفر حتى من أقرب الناس إليه كل مشغول بنفسه ولذلك العبد يسعى في فكاك نفسه وفي فكاك رقبته وفي عتقه من عذاب الله عز وجل ولا ليس بين العباد يوم القيامة لا نسب ولا حسب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ليس هناك إلا الحسنات والسيئات فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية هذا يكون في جنة عالية قطوفها دانية في جنات النعيم وأما من خفت موازينه ما عنده حسنات فأمه هاوية ممعنى أمه هاوية يعني على أم رأسه يهوي في نار جهنم فأمه هاوية ما هو يسقط على رجوله لا على رأسه يلقيه الله عز وجل والعياذ بالله وتسوقهم الملائكة إلى النار وتقذفهم فيها على رؤوسهم فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي في الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار القيام من نار الآخرة هذه النار جزء قالوا يا رسول الله الصحابة رضي الله عنهم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله نار الدنيا أليست تحرق أليست تمضج الذبائح تنضج اللحوم تحرق ما جاء لها فما بالك بنار الآخرة التي تفضل على نار الدنيا بتسعة وستين ضعفها أوقد عليها ألف عام حتى سودت وأوقي عليها ألف عام حتى بيضت وأوقي عليها ألف عام حتى حمرت وأوقي عليها ألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة ثلاثة آلاف سنة والنار توقد فهل نطيقها؟ ما نطيق نار الله ما نطيق نار الدنيا فكيف نصبر على نار الآخرة؟ ليس للعبد نجاة من عذاب الله عز وجل إلا أن يحقق التوحيد التوحيد هو أصل الأعمال وأساسها عبادة الله عز وجل وحدة لا يدعو غير الله لا يذهب إلى القبور وإلى الأولياء وإلى ما يعتقد أنهم ينفعونه أو يضرونه أو يجلبون له الخير أو يدفعون عنه الشر هذا قد أفسد توحيده وأفسد عبادته النافع الضار هو الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله الخير والشر من الله عز وجل لا تسأل الشفاء ولا تسأل الخير ولا تسأل المال ولا تسأل الرزق ولا تسأل الولد ولا تسأل الشفاء للمرضى إلا من الله عز وجل الله عز وجل إذا مرضته فهو يشفين لا تطلب الشفاء من الأضرحاء ومن القبور ومن من يعتقدونهم أولياء وأنهم يشفعون عند الله وأنهم يقربونهم عند الله زلفة لئن أشركت لا يحبطن عملك إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيك قد ضيع عمره وضيع حياته وضيع مستقبله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين فيوم القيامة هو اليوم العظيم الذي يجب أن نعمل له وأن نعد العدة لذلك اليوم ولما جاءت ابنة حاتم الطائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاتم مات في الجاهلية وكان رجلا جوادا كريما معروفا بالصفات يضربه المثل في الكرم جاءت ابنته بعد أن أسلمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي كان جوادا كان كريما وكان وكان من الصفات والأخلاق الفاضلة فهل ينفعه ذلك عند الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه شيئا ذلك عند الله لأنه لم يقل يوما لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما آمن بالله ولا دع الله عز وجل وأخلص العبادة له لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وروي ذلك في ابن جدعان أيضا أنه الذي نقض الصحيفة في الكعبة لما أرادت قريش أن تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وتقاطع بني هاشم وهذا مما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش أنهم قاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعوا بني هاشم وبقوا في الشعب ثلاث سنين لا يبيعون منهم ولا يشترون منهم ولا يآكلونهم ولا يناكحون مقاطعة كاملة بقوا في الشعب وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في الكعبة فمما نقض هذه الصحيفة عبد الله بن جدعان لكنه سعى في أن قريشا يفرجون عن بني هاشم وأنه لا يجوز لهم أن يقاطعوهم لأنهم أرادوا أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحاصروه حتى يرجع عن دعوته وأتولي أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما توفي جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب والد علي رضي الله تعالى عنه والد عقيل ووالد جعفر ضمه أبو طالب ضم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نشأ يتيما في حجر أبي طالب فكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد البعثة أرادت قريش أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن مقالته وأتوا إلى أبي طالب وقالوا ألا تكفوا الأذى عنا من ابن عمك يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سفها أحلامنا وذم أصنامنا فأتى أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن قومك أتوني وقالوا لي كذا وكذا فلعلك ترجع مما أنت عليه فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكى وقال وظن أن عمه سيتخلى عنه وعن نصرته بكى عليه الصلاة والسلام وقال يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدعى هذا الأمر ما أدعه حتى يظهره الله أو أهلك دونه فلما رأى أبو طالب ذلك من قال امضي يا ابن أخي فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة فلما توفي أبو طالب اشتد أذى المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بقي وتحمل الأذى وأتاه الصحابة رضي الله عنهم وهو متوسد في ظل الكعبة النبي في مكة عند الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم جالس في ظل الكعبة يشتكون منه أتاه الصحابة ما يلقونه من المشركين من الأذى ومن العذاب ومن السخرية فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتم أن الله هذا الأمر حتى تسير الراحلة ما بين حضر موت وصنعاء لا تخاف إلا الله والذعب ولقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فينشر ما بين لحمه وعظمه بمناشير الحديد ويفلق فلقتين من رأسه إلى قدمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتم أن الله هذا الأمر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون فما ينجي العبد هو أن يحقق هذا التوحيد لا يدعو إلا الله لا يسأل إلا الله لا يستغيث إلا بالله لا يستعين إلا بالله هذه هي حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين لو مات العبد وهو موحد لكن عليه بعض الذنوب وبعض الخطايا وبعض التكسير فهذه أمرها إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غضر له ولكن مصيره إلى الجنة لا يبقى موحد من مات على التوحيد لا يخلد في النار يجب أن نعرف هذا معرفة اليقين وأن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب يا ابن آدم لو أتيتني بقراب العرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة لأن الشرك هو أخطر شيء يقع فيه العبد لإن أشركت لا يحبطن عملك الشرك هو أكبر الكبائر وهو الذنب الذي إذا مات العبد مشركا فإن الله عز وجل لا يقبل منه عملا ولا يقبل منه شيئا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لو تصدق لو صلى لو صام لو حج لو اعتمر وهو يشرك بالله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله فلا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا الشرك يحبط العمل سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها ويفسد الأعمال كلها والشرك الأصغر اللي يوريه يحبط العمل نفسه يقوم العبد فيصلي فيزين صلاته ويحسنها لما يرى من نظر رجل إليه ليمدحه الناس أو يتصدق ليقول الناس كريم أو يعلم الناس أو يتعلم ليقول الناس عالم فهؤلاء أول من تسجر بهم النار الذي يتصدق على أساس الناس يقولون جوات يقولون كريم أو يذهب للمعركة لأجل المدح ويقول الناس شجاع وهو إنما يريد أن يمدحه الناس لا يقبل الله عمل عامل إلا أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل لا يريد بذلك إلا وجه الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا هو الشهيد الذي يريد أن يرفع كلمة الدين كلمة الإسلام يجاهد من أجل رفع كلمة التوعيد كلمة الدين لنشر الدين والدفاع عن الدين والدفاع عن العقيدة الإسلامية هذا هو المجاهد هذا هو الشهيد الحقيقي المتصدق الذي يريد وجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة ما تريد أحد يقول لك شكرا أو جزاك الله خير تريد وجه الله عز وجل الله عز وجل هو الذي يثيبك على تلك الأعمال هو الذي يجازيك عليها ستجدها يوم القيامة في صحائف أعمالك أحوج ما تكون إليها لو سئل أهل القبور ماذا تتمنون لقالوا نتمنى أن نخرج ونسجد لله سجدة نصلي لله ركعة نسبح تسبيحا نقرأ قرآنا ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون من مات فقد قامت قيامته ولا يقبل الله تعالى منه شيئا لأنه ختم على عمله وانتهى ولذلك يوم القيامة الناس في أعمالهم موجودة تلك الأعمال في صحائفهم مدونة كل إنسان وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا حتى مفتوح اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أنت حاسب نفسك تجد حسناتك فتفرح والمؤمن يقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية إلى آخر الآيات وأما الكافر والعياذ بالله إذا رأى كتابه فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا فلا يتنفعه صدقته ولا صلاته إذا كان يشرك بالله عز وجل إذا كان يدعو إذا وقع في مصيبة قال يا سيدي فلان أو قال يا علي أو قال يا حسين أو قال يا بدوي أو قال يا عبد القادر أو يا تلمساني ما تنفعه مال هذا عبد مخلوق هو في حاجة إلى الدعاء أن تدعو له أن تتصدق عنه الأموات بحاجة إلى الأحياء أن يدعون لهم أن يتصدقون عنهم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يخفف عنه العذاب في القبر بسبب دعاء أبنائه له وبسبب صدقتهم عنه وبسبب ما بثه من علم أو خير في الناس فتخفف عنه فثنة القبر ويخفف عنه العذاب يوم القيامة بسبب أعماله الصالحة لينشئ أولاده نشأة إسلامية على عبادة الله لا ينشئهم على الله وعلى اللعب وعلى الملاهي وعلى الشيء لا ينفعهم ينشئهم على القرآن ينشئهم على العلم على الخير على مصاحبة الصالحين حتى إذا مات يدعون له ويستغفرون له ويتصدقون عنه فلا تنقطع أعمال العبد ما دام له أولاد صالحون يدعون له ويتصدقون عنه ويستغفرون له وأيضا العبد يجعل لنفسه صدقة جارية إذا كان من آل الجود واليسار ما عن أجراه أو كتب علم أو غيرها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة